تخليداً للذكر تسعة والخمسين للمظاهرات الشعبية الرافذة لفصل الصحراء عن الشمال أشف اليوم الأمين العام لوزارة المجاهدين أذوي الحقوق العيد داربيقة بورقلة على الاحتفالات الرسمية لهذه الذكرى بمشاركة الأسرة الثورية والسلطات المدنية والعسكرية المناسبة تميزت برفع العالم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء الطاهرة ووضع إكليل من الظهور عند النصب المخلد لذكرهم ومعنا على المباشر من ورقلة سهيلة بن دانيا سهيلة ما المميز في الاحتفالات بهذه المناسبة مساء الخير زميلة فازيلي مساء الخير مشاهدين الكرام على نشرة المميز لهذه المناسبة هو الندوة التاريخية التي أشرف عليها السيد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة والتي كان مضمونها هو التأكيد على رمزية هذا اليوم نستضيف معنا سيد الأمين العام ليفصل أكثر حول هذا الموضوع وما تم تطرق إليه في هذه الندوة التاريخية تحتفل الجزائر اليوم بمحطة تاريخية من محطاتها المجدة اليوم في مثل هذا اليوم الأغر خرجت ورقلة المجاهدة في مظاهرات عارمة استجابة لنداء الثورة التحريرية جبد التحرير الوطني متوشحة الأعلام والرية ورافعين لشعارات عدة لعل أبرزها الصحراء الجزائرية سندت هذه المظاهرات الحكومة الجزائرية المؤقتة وكان لها الأثر البلغ في مفاوضات إيفيان وكللت بانتصار كبير وهو الانتصار على المخطط الذي جاءت به الإدارة الاستعمارية في فصل الصحراء عن الشمال أو عن الجزائر ما كان للإدارة الفرنسية إلا أن تذعن لإرادة أبناء هذه الساكنة أبناء ورقلة المجاهدة فكان النصر والانتصار وما ذلك بغريب عن أهل ورقلة وأهل صحرائنا الكبرى لعل أهم ما نخرج به من هذه المحطة التاريخية البلزة هو رسالة الوحدة الوطنية كما كللت أعمال وجهاد الأسلافنا من مجاهدين وشهداء كرسالة اليوم أيضا يتعين على الشباب اليوم أن يأخذوا العبارة والدروس من هذه الرسائل التاريخية الخالدة كما رفع مجاهدين السلاح لنيل الاستقلال نتوجه إلى شبابنا اليوم من خلال إقامة هذه الذكريات المخلدة لأحداثنا الوطنية نتوجه إليهم بأن يشمر على السواعد وأن يلتفوا حول بلدهم وحول قادتهم حتى نصنع للجزائر مجدا حتى نضع أرضا خسبة لبناء الجزائر الجديدة بالعلم وبالعمل إن شاء الله على كل الندوة التاريخية التي احتضلتها در ثقافة محمد زكريا اليوم شارك فيها أساتذاء ومحاضرين وجمعية 27 فبراير كذلك الرجال الذين شاركوا في ذلك اليوم في تلك الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي رفع فيها العلم الوطني للتعبير عن الوحدة الوطنية والتعبير على أن الجزائر وحدة موحدة لا تفصل ولا تجزع كان معكم سهيل بن دانيا شكرا لكم شكرا لكم